الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع كان نصيب المتظاهرين الفلسطينيين على الحدود الفاصلة مع قطع غزة عشرات الفلسطينيين أصيبوا إصابات أغلبها خطيرة جراء إطلاق جنود الاحتلال الصهيوني الرصاص على المتظاهرين الذين خرجوا بالحجارة للتضامن مع المعتقلين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال وشعار إضراب الكرام على صدورهم نوصل رسالة إلى العالم أجمع نحن نقول أن قطاع غزة يطالب أولاً في حقوقهم العادلة هي رفع الحصار منذ 11 سنة رفع الحصار وأن ننظر إلى قضية أسرانا المظاهرات اندلعت على طول الشريط الحدودي الشرقي والشمالي لقطاع غزة وتخلى لها إشعال إطارات ورشق حجارة وإطلاق نار من قبل قناصة وأليات الجيش الصهيوني المنتشرين خلف السواتر الترابية فيما حلق طيران الاستطلاع الحربي على طول الحدود نعم جموع الشعب الفلسطيني من شباب وشيوخ ونساء وأطفال خرجوا إلى الحدود الشرقية لقطاع غزة الموازية للضفة الغربية وأراضينا المحتلة نعم خرجوا ليقولوا للأسرة نحن معكم في إضرابكم مفتوح عن الطعام نعم أنتم عندما خرجتم لم تخرجوا لمهمة شخصية لم تخرجوا لتتنزهوا لم تخرجوا لتلعبوا خرجتم لتعيدوا لنا حقوقنا ومطالبنا ويأتي الحراك الشعبي على حدود غلاف غزة استكمالا لسلسلة فعاليات مجدولة التي قررتها هيئة الحراك الشبابي حيث كانت مسيرات خرجت في عدد من شوارع شرق غزة على امتداد شارع صلاح الدين يقول الخارجون فيها إنها رسالة إلى حكام العرب والصهايين على السواء توحي بما لا يدع مجالا للتأويل أن تحرير فلسطين بيد الشباب الفلسطيني وفي أعينهم يبرق مستقبل الشعب الفلسطيني برمته شكرا